أنت هنا تبحث عنه شخص؟ ربما؟ سينوريتا؟ أشلي أين أنت؟ انا جاي النهاردة أقول لكم إذا كانت اللعبة دي مناسبة ليكم ولا لأ في حلقة جديدة من قبل ما تشتريها اعرفها وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واتبعوني على صفحاتي في السوشيال ميديا وما تخلوش الألعاب تلهيكم عن الصلاة وذكر الله ورسوله خصوصا نحن داخلين على رمضان كل سنة طيبين وهم حاجة طبعا الصوم يعني العبادات أهمها يا جماعة وما نبغيش كتير ونقول يلا بينا في الفيديو هنتكلم عن كل التفاصيل الخاصة باللعبة وإيه الجديد فيها ويا طرح هتكون قد التوقعات ده اللي هلعرفه في الفيديو ده وتعرفوا إذا كانت تناسبكم ولا لا قبل ما تشتروها اللعبة في تطورها كان أمر صعب جدا خصوصا إنه كان نقلة في السلسلة الأصلية من حيث الجيم بلاي والمطورين كانوا يغدين بالهم كويس جدا من النقطة دي ومن القصة كمان فاحنا هنشوف اللعبة مطورة ووقعية جدا ومظهر أكتر قوة وده زي ما انتو شايفين أحسنًا 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 كنت أحسنًا 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 كيف تتعرفين كيف تتعرفين أحسنًا لا تتعرفين أحسنًا 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 اشتركوا في القناة 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 عن الجزء الاساسي مبقتش مزعجة كمان زي الاول ده على حسب ما يعني الاخبار اتقال فيها يعني واعتقد اننا هنغير رأينا فيها غير بقى ان المطورين مخلصين جدا للقصة ودي حاجة طامنة انا شخصية غير انهم ضافوا مفاجآت في القصة ولكن المضمون هو هو ومافيش اي حاجة من القصة متشالة وده هيخلينا اننا مهما كنا حافظين الجزء ده ومخلصينه اكتر من مرة برضو هنتفاعل وهنحس اننا بنلعب جزء جديد من السلسلة وده في رأيي الشخصي المهم نرجع لقاشي تاني من حيث الاهمية ما بقاش لها هيلف بور بقى الشكل ده وضعها بيتغير يا معليون او تدي مثلا امر انها تستنى او تبعد عنك لو فيه اشتبات كبير مع الاعداء عشان ما تزعجكش غير انها ممكن تساعدك في فتح الابواب وحاجات تانية زي كده كتير ومهمتها اعتقدها تكون تخفي فقط اللعب بقى سلس جدا ومنطع واسرع كمان وشخصية ليون تقدر تخليه يصوب ويدرب ويمشي ويجري في نفس الوقت مش لازم يوقف زي الجزء اللي فات او الجزء الاساسي يعني وتخليه غير موضعه وبعد كده تبدأ تجري وبعد كده توقف بعيد وبعد كده تصوب وبعد كده مثلا تجيب سكينة كمان انه يقدر يتفادى الدربات ويصدها كمان وده بيتناسب مع كمية الاعداء اللي قلنا عليها ده غير التبديل بين الاسلحة نقدر يعني نبدل بينهم زي ما قلت واحنا بنلعب عادي مش لازم نخش في القيمة او شنطة الادوات او الاسلحة ونبدل وده مهم جدا عشان مايفصلش الحماس عن اللاعبين ودي حاجة حلوة بصراحة والحوارات اللاسلكية ما بقاش لها كاتسين خاص بيها وانت بتلعب بيظهر في الشاشة والحوار يبان قدامك وانت بتلعب يعني نفس الشي بيحاولهم مايفصلوش اللاعبين عن اللاعب ودي حاجة حلوة بصراحة التاجر التعامل معاه في اختيار الاسلحة بقى افضل واسرع ونسيت برضه اقول حاجة تخص شخصية ليون يقدر يخش في وضع التخفي ويتخلص من الاعداء بسهولة وده ما كانش موجود في الجزء الاساسي على فكرة ونصيحتي من دلوقتي لازم تطور السكينة السكينة الخاصة بلين دي لازم تطورها لانها مهمة جدا وهتفيدك جدا جدا اكتر من الرصاص تخيلو بقى يعني اه طور الاسلحة بتاعتك بس الاولوية تكون للسكينة اللي معاك ومن احدث الاخبار عن الجزء الرابع انهم هيضيفوا مودل VR2 الخاص ببلاي ستيشن 5 زي جزء افليتش اللاعبة هتصدر في 24-23-23 في رمضان يعني كل عام والعمة الاسلامية بقى الف خير يا جماعة وانصحكم باللعبة جدا لو انتم من عشاء السلسلة انصحكم بها جدا ولو انت برضو من عشاء الالعاب الرعب والاكشن في نفس الوقت انصحك بها جدا لانك هتستمتع جدا جدا وكمان ايه؟ يعني هو الواضح ان احنا لما شفنا الديمو فيه قبل ما بتبدأ طبعا في اللعب جابلك ملخص شخصية ليون ايه اللي حصل فيه فلو انت برضو ملعبتش الجزء التاني فما فيش مشكلة ده في وجهة نظري ما فيش مشكلة ان انت هتخش ويحكي لك يعني كل اللي حصل ايه وبعد كده تطور شخصيته وايه اللي حصل والمهم اللي انت رايح فيها فلو ملعبتش الجزء التاني مفيش مشكلة ممكن تخش على الرابع على طول واللعبة هتتوفر على البلايستيشن 5 والبلايستيشن 4 والإكس بوكس سيريس اس والسيريس اكس واجهزة البي سي كمان وبس يا جماعة دي كانت كل الأخبار ويعني كل التفاصيل الخاصة بلعبة ريسدنت ايبل 4 ريميك فيا رب اكون ادرت ان انا اوفي بكل المعلومات الخاصة باللعبة وادرت يعني ان انا اوضح لكم لو كانت اللعبة دي مناسبة لكم ولا لا المهم لو انت ناوي تشتريها اديك عرفت كل التفاصيل وكل الأخبار عنها يارب الفيديو يكون عجبكم وقبل ما فيما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واتبعوني على صفحاتي في السوشيال ميديا وبسيب لكم كل اللينكات موجودة في الديسكريبشن تحت والدنيا بتقع يا جماعة عايزين يعني نتطور باشو عايزين نتطور القناة والقناة عشان تتطور هتتطور بي كومنتو يا جماعة وكان معاكم علاء من قناة جيمينج ارت شكرا لكم على المشاهدة السلام عليكم اشتركوا في القناة